لا حل عسكري في سوريا ويجب الدفع نحو حل سياسي مقولة سمعه الشعب السوري منذ عسكرة الأزمة السورية عام 2012 بعد اجتماع استمر لمدة أربع ساعات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان في مدينة السوتش الروسية كانت وجبة الملف السوري أبرز الوجبات على مائدة المباحثات الثنائية لكنها لم تأتي بشيء جديد كالذي فسر الماء بعد الجهد بالماء خلال المؤتمر الذي عقده الرئيسان عقب مباحثات الطرفين قال فلاديمير بوتين إن مستوى العنف انخفض مما يساهم في تهيئة الظروف للمضي قدما في الحوار بين السوريين تحت إشراف الأمم المتحدة مؤكدا أن ما تقوم به بلاده وتركيا وإيران تؤتي نتائج ملموس في سوريا رجب طيب أردوغان أوضح من جانبه أنه تناول أبعاد الأزمة السورية بكامل تفاصيلها مع نظيره الروسي مؤكدا أن الجانبين اتفقا على ظهور أرضية في الوقت الحالي للتركيز على تسوية القضية السورية ولم يخلو لقاء الرئيسين من المباحثات والاتفاقيات التجارية والاقتصادية حيث دع الرئيس التركي أردوغان إلى رفع القيود المتبقية في مجال التجارة بين البلدين وإن ألغاء تأشيرات الدخول عن رجال الأعمال سيساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين لافتا أن هذا التبادل تجاوز 15 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الجاري وفي مجال الطاقة أكد الجانبين على استمرارية العمل على مشروع خط الغاز الطبيعي الذي يلبي احتياجات تركيا من الغاز الطبيعي وينقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر الأراضي التركية ومن المتوقع أن يدخل حيز الاستخدام خلال 2019 هذا اللقاء جاء بعد أن أبدى رجب طيب أردوغان انزعاجه من تصريحات الرئيسين الروسي والأمريكي حول استحالة الحل العسكري في سوريا وقال إذن فليسحب كلاهما جنوده من داخل سوريا وتعتبر زيارة أردوغان الثالثة لروسيا خلال فترة رئاسته وسادس لقاء يجمعه مع فلاديمير بوتين خلال هذا العام وقال إذن فترة رئيسي وقال إذن فترة رئيسي وقال إذن فترة رئيسي ترجمة نانسي قنقر